العلاقات السعودية العمانية تضرب جذورا في أعماق التاريخ فالشعبان الشقيقان امتدادا لأصل واحد تجمعهما عقيدة واحدة يزداد بالترابط والتلاحم والتراحم العلاقات العمانية السعودية هي علاقية نموذج لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات العربية العربية وأيضا على الصعيد السياسي نعرف أن العلاقات العمانية السعودية وخاصة في الموضوع اليمني كان هناك تنسيق كبير ووصل الأمر إلى الهدوء الذي نراه اليوم في اليمن ومن خلال الهدنة وهناك مشروع السلام التي تنسق فيها الرياض ومسقط فيما يتعلق منها الحرب في اليمن العلاقات بين المملكة وسلطنة عمان تتميز في بعدها الثقافي حيث أنهما يمتلكان جذورا تاريخية وحضارية واحدة حيث امتداد الرقعة الجغرافية الواحدة ببيئتهما وتنوعاتها وتعدد مناخاتها طبقا للظروف المناخية والجغرافية بصورة عامة العلاقات العمانية السعودية علاقات أخوية نموذجية خاصة في السنوات الأخيرة تعززت هذه العلاقة واقتربت من بعض أكثر وتم تأسيس مجلس التنسيق العماني السعودي الذي كان له دور كبير في التنسيق في جوانب عدة أهمها الجوانب الاقتصادية السياسية الأمنية ومن خلال الموقع الاستراتيجي للبلدين الشقيقين وبرزت التحركات المثمرة بين قائدي البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجلالة السلطان هيثم بن طارق اختيار السلطان هيثم المملكة كأول محطة في جدول زياراته الخارجية الرسمية بعد توليه مقاليد الحكم في سلطنات عمان يؤكد أهمية المملكة بالنسبة للعمانيين كشقيقة كبرى وعمق استراتيجي ووحدة مصير مشترك صالح الحبسي قناة الإخبارية مسقط اشتركوا في القناة